لا شك أنها من أهم العقبات التي تعمل الحكومة على إزالاتها حالياً هي التعقيدات البيروقراتية في عملية الإفراج الجمركي عن البضائع وهو ما أكدوا رئيس مجلس الوزراء خلال جولة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بعد تطويرها وتفقد لأربعة مصانع برفقة عدد من الوزراء فنحو 17 إجراء أخذتهم الدولة لحد الانتهاء من هذه العملية وحل هذه المشكلات قبل نهاية هذا العام إحنا الحقيقة كدولة النهاردة كل تركيزنا كحكومة كيف نهيئ المناخ الأفضل للقطاع الخاص أنه يشتغل أنا عارفين كويس قوي أنه فيه تحديات كثيرة وفيه إجراءات بيروقراطية بقالها عشرات سنين إحنا النهاردة داخلين بنكسرها واحدة واحدة علشان نسهل الأجواء لكل القطاع الخاص أنه ينطلق بقوة يعني أنا دائماً بقول موضوع الصناعة بالنسبة لمصر هو ما فعلاً وبكررها حياء أو موت وإن إحنا لازم نعمق تصنيع المحلي بتاعنا ولازم نبدأ أن إحنا نركز بصورة كبيرة جداً على قطاع الصناعة لأنه هو ده الأمل لمصر واللي بيضمن بمنطقة الأمانة استدامة النمو الاقتصادي كما شهد رئيس الوزراء إطلاق برنامج وستراتيجية تحفيز الصادرات المصرية والتي تتضمن أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارية وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر من المركز الرابع والخمسين لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى المبادرة التي عملت أننا ندفع عشرة في المائة تسويت المستحقات لكل المستحقين ملفاتهم جاهزة دراحهم الحياة ما كانش حتى في خطتنا معالي وزير المالية قدر أنه يجيب التمويل له النهاردة بنتكلم على يمكن جالنا طلبات لأكتر من 50 شركة إحنا سوينا مع 17-18 شركة دولة شركات عمل مقاصمة بين مستحقاتهم عند الصندوق ومستحقاتهم لدينا من صلحة الضرائب النصرية ويمكن كل يوم بيجينا ما بين 15-10 طلبات جداد وإحنا ماشيين في هذا العمر المبادرة الثانية اللي هي أعلانة النهاردة اللي هي هي هياخد كل المصدرين عشرة في الممستحقاتهم دي هدفة تخدم الجميع المبادرة الثالثة اللي هو صغر المصدرين دي هنيجي عند حد معين ويعمل يمكن لمئات من المصدرين هياخدوا كل مستحقاتهم عشان يقدروا الفترة جاي نفسه كما تستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الشركات المصنعة والتجارية المصدرة الجديدة والتوسع في الشركات المصنعة الحالية إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة أحمد غنيم آخر النهار أهلا بحضرتكم عدنا بعد الفاصل وأتمنى أن كل الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى ندبولي رئيس مجلس الوزراء في هذه الجولة الميدانية في الهيئة العامة للإستثمار في مدينة نصر يتحقق لأنه هو محق تماماً الحقيقة فيه هذه الجملة بس أنا في رأيي أنها محتاجة شغل كتير الجملة اللي قالها الدكتور مصطفى ندبولي وهي أنه الصناعة في هذا البلد مسألة حياة أو موت أنا متفق على الجملة اتفاق تام وأنا يعني على مدار تاريخي الإعلامي كله مؤمن أنه مفيش دولة بتقوم إلا بقدين صناعة والصناعة هنا بمفهومها الأوسع مش بس الصانع الصغير أنا بتكلم هنا على الصناعة بمفهوم الإنتاج مفيش دولة تأسست صح واقتصادها كبر ونمأ وتوزع بشكل صحيح على كل سكان الدولة وبقى فيه فائد وبقى فيه ميزان تجاري محترم وبقى فيه فائد في الصادرات وتقليل في الواردات يعني ما بقاش في دولة اقتصادية كبرى إلا وعندها إنتاج اسألوا عن الإنتاج في الصين اسألوا عن الإنتاج في اليابان اسألوا عن الإنتاج في ألمانيا اسألوا عن الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية سألوا عن الانتاج في الهند سألوا عن الدول الصناعية الكبرى وانتوا تعرفوا انه قامت بأيدي صناعها ومنتجيها فبالتالي هي مسألة حقيقة وموت فعلا بالنسبة لنا السؤال المهم طب ازاي ننتج وازاي نصنع بشكل سليم وسهل وناجح واحد اللي قاله رئيس الحكومة دلوقتي انه واجب على الدولة واجب على الدولة هو تهيئة المناخ تهيئة الجو العام للمصنعين والمنتجين انهما يشتغلوا بسهولة وعشان التهيئة دي تحصل لازم يبقى فيه اجراءات وقرارات ومشاريع قوانين تغير قوانين بالية قديمة يعني تخيلوا حضراتكم وانا عارف ان العبق على مجلس النواب كبير لكن ادي الله دي حكمته وده قدره احنا في بعض المجالات في مصر حتى اللحظة اللي حد نتكلم فيها دي 2019 ميلاديا في قوانين من سنة 50 و60 و70 هي اللي بتحكمنا ولو عايزين انا ممكن بكرة اجيب لكو يعني نمازج كثيرة جدا لقوانين طلعت في الستينات والخمسينات والسبعينات ولسه الحد النهاردة سارية وبتحكمنا وكأن عجلة الزمن لا تتقدم وان الوضع الاقتصادي ووضع الصناعة ووضع العالم كله في الستينات هو هو زيه في الفينات وما تغيرش وده طبعا مش حقيقي العالم غير العالم والظرف غير الظرف والبشر غير البشر لكن القانون هو القانون هي دي المشكلة فلازم في قوانين تتنسف ويتعمل قوانين عصرية تسهل تسهل العمل والصناعة والانتاج وتضع المحاذير وتراقب وتعاقب ما عندناش ادنى مشكلة بس الهدف هو الاتاحة الاتاحة ثم المراقبة مش المنع وبعدين اللي يعدي من المنع هو اللي ينجح دي كانت القوانين بتاعت زمان ان انا الاول ازاي احنقك وبرافو عليك لو عرفت تفلت فاللي بيفلت واللي بينجح هما القلة القليلة العكس تماما في الحريات وفي الصناعة وفي الاعلام وفي الانتاج السنة في كل المجالات هي الاتاحة ان كل شيء متاح كل شيء مباح كل شيء مسموح بيه الا ان انت تغلط في الاخر بش العكس فلازم يبقى فيه ثورة تشريعية على القوانين القديمة والبالية واللي ما بقيتش مناسبة لعصرنا ده ولازم يبقى فيه نسف لكل البيروقراطية والروتين اللي كبلت المنتجين والمصنعين والمستثمرين لسنوات طويلة جدا لازم يبقى فيه تغيير لذهنية الموظفين بتوع الحكومة لانه للأسف الشديد موظف كده كده ضامن مرتبه اخر الشهر انا بكلم حضرتكم في تفاصيل صغيرة بس انا عارف ان رئيس الحكومة والوزراء وصناع القرار سمعيني وعارفين ان هي دي المشاكل السم دايما او الشيطان يكمن في التفاصيل مش في العنوين العنوين سهلة وشكلها حلو تنزل بقى للتفاصيل هنا تلاقي كل المشاكل موظف صغير مرتبه الفين تلات تلاف جنيه تلاف جنيه عارف انه كده كده قبض مرتبه اخر الشهر يجي قدامه بقى يعرق المشروع ده عشر امليون جنيه يقولك يا عشر امليون جنيه هو هيكسب من وراء ايه كده وانا مال يومش عارف ايه انا كده كده مرتبه واخده فيطلع عينه المستثمر دا ولا المصنع ولا اللي عايز يعمى فتح مصنع ولا عايز يفتح وارشة ولا اللي عايز يستورد اللي عايز يصدق اللي عايز يشتغل يطلع عينه يقولك هو هيكسب كده وبتاعه انا اعد انا مش foytましょう حتى على الرشوة ده انا اتخلمكم حتى عن الروتين السخيف اللي له علاقة بذهنية وثقافة الموظف يقول لك انا ضمن مرتبي كده كده اشتغلت ما اشتغلتش خلصت ورق ما خلصتش ورق انجزت في سير العمل ما انجزتش كده كده بروح لخزنة يوم واحد في الشاه بلاقي مرتبي زي ما هو ودي مشكلة كبيرة في الفكر الوظيفي اللي لازم كمان يتغير انا في رأيي ان الدول التي ناجحت هي الدول اللي ربطت الاجر بالانتاج ربطت الاجر بالانتاج يعني ايه الاجر بالانتاج يعني على حسب ما انتجت وانجزت في عملك على قد ما تاخد اجرك لكن انت تبقى موظف بتاخد 3000 جنيه في الشهر بتيجي من ساعة ما بتقعد الصبحية لحد ما بتمشي بحل مكنابات متقطعة او قاعد بترغي او قاعد بتصلي حتى بتضيع وقتك كله في صلة رغم ان الصلة اوقاتها محدودة ومعروفة او ان انت مش فاضي او ان الست اللي بتعمل صلة او بتقمع بامية ويا ما شفنا النمازج دي زمان ومرتبها زي ما هو خلصت شغل ما خلصت الشغل مش مهم عارفين الجملة بتاعت فوت علينا بكرة يا سيد والنبي لو سمحت يا استاذة كذا عند الاستاذ حسين طب حضرك بتعملي ايه ولا حاجة بس عند الاستاذ حسين وانا عوجه على دماغي لسه اشوف الطلب بتاعك روح عند الاستاذ حسين والاستاذ حسين مش موجود استناها بقى لما ييجي فدي قصة طويلة بيت جوحة اللي احنا كنا بنخشه في الدواوين الحكومية في التمانينات والتسعينات والالفنات ولسه قدر منها موجود لحد دلوقتي هي دي الحرب الحقيقية هي دي الحرب الحقيقية اللي لازم الحكومة تحاربها بمنتهى الشراسة لو انتصرنا على البيروقراطية والروتين والثقافة الحكومية الوظيفية في العمل انا بقول لكم البلد دي مش هتنطلق هتجري بسرعة الصاروخ هتجري بسرعة الصاروخ اربط الاجر بالانتاج هتقولوا لي ده ينفع في القطاع الخاص ما ينفعش في القطاع العام هقول لكم مفيش حاجة اسمها كده العدل العدل اساس الملك واساس الحكم واساس الادارة الموظف ده والموظف اللي قاعد جنبه الاتنين بيقبضوا 4000 جنيه ده بيشتغلوا ده ما بيشتغلش واللي اتنين اخر الشهر ياخدوا الـ 4000 جنيه كاملين حرام ومش عدل ومش مش اي حاجة حلوة في الدنيا اللي بينتج عمله وبيشتغل وبيرعي ربنا وضميره ياخد اجره كامل وياخد مكافآته حوافز واللي ما بيشتغلش واللي جاي ينام واللي بيبلطج واللي 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 ما ياخدش الـ 4000 جنيه ما يستهلهمش ودي تبقى فلوس حرام بتخش جيبه وبيأكل بها عياله لان المفروض الفلوس دي مقابل اجر مش مقابل ان حضرتك منورنا قاعد على المكتب بس بتحيل كلامه بتقطعه او بتقرأ الجرايد او بتلعب مش عالف المزرعة السعيدة او الكلام الفاضي اللي بتعمله على المكاتب ده ممتاز شكرا